شكرا لكم على قناة بغداد الجديدة و اهلا بكم في فيديو جديد طبع اذا ما تتابع القناة اكو زر اسفل هذا الفيديو اسمي اشتراك اضع الاشتراك قبل لا تكمل هذا الفيديو طبعا هذا اول درس انه في دورة سي باس باس الجديدة انت تعرف ان دورة سي باس باس مشروحها في القناة من سني مضت راح احط لك رابطها لكن اردت انا اعيد الدورة بشكل ثاني بعدك خبرة صارت عندي فعي اكثر من شفركة شبيرة فقلت اوك اي لاتن خليني اعيد الدورة بشكل اوضل بطريقة اسهل للمتعلمين فاول دارس انه رح يكون هو تنصيب محرر نصوص بس ما رح يكون فقط تنصيب رح تحلم كثير شغلات ممكن اول مرة تسمعها بحياتك حتى لو كنت انت مبرمج سي بلاس بلاس محترف فمحرص رح استخدم بهاي الدورة بجول ستوديو هتقدر تقاب هذا الرابط تجي لهذا الرابط بجول ستوديو مايكروسوفت دوت كوم وتنزله بعد ما تنزله تضغط على زر تنصيب رح يظهر لك شاشة تشبه هذي الشاشة تأكد تفعل هذا الاوبشنز اللي هو ديس اكتوب ديفلوبميند والسي بلاس 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 عام تقدر تنصب تستخدم او تقدر تبرمج كود بالسي بلاس 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 ونكس نكس نكس لحد ما تنتهي العملية سهلة ماكو ابسط منعدها اذا كنت اساسا لنصب الفيجول ستوديو وتريد تنصب السي بلاس بلاس ممنصبها فتحتاج تذهب على كونترول بانل وتذهب انستال ابلكايشنز وتروع على الفيجول ستوديو وتعرف مجرد قوله موديفاي 재و ارتم زاد عام وراح يidentalع لك هذا الاوبشن اللي يخص كاف سي بلاس بلاس cries منفعل تلغط عليها check ا تحط له checkслبق واخها افترض انتو متضابط والكملت وحالا انت جهز تكتب او الكود اليك بلغة الحالي نكتب الكود اليك دعني نفتح ال Visual Studio هذا شكل ال Visual Studio لما نفتحها ما ممكن يكون انت احدث اللي عندك من اللي عندي فهاي الشاشة اللي تكون عندي ما عرفها جاي تروح على السكرين الثانية لسبب ما اقول لا Create New Project ومن اللي New Project اختار تعرف MPT Project بالC++ وكثير MPT Project اختار هذا الكونسول ويندوز ممكن يكون الانترفيس يتغير بعد السنين لكن تبقى MPT Project C++ ودقل للنكس راح اسمي هذا شنوى Layern C++ أوكي C++ أو هذا مكان اللي راح يكون فيه المشروع راح يخزن بهذا المساة في الكمبيوتر وهذا اسم السوليوشن الخاص بي ممكن مثل ما قلت لك اسمي اي اسم للبروجيكت الخاص بك انا اسميه ليرن C++ وأقول له ايش Create راح يكون لمشروع C++ فارغ ما بايشي راح نشرح على تفاصيل المشروع بعد ثواني لما حصله شوف هذا هو المشروع هذا هو المشروع هذا الشكله هاي الواجهة الفيجول ستوديو شوف هنا مجموعة فالاتر بالحقيقة هذي مو فولدرات هذي فالاتر فلو جئت هنا على المشروع الخاص بي ضغط تقلق دايركتوري يعني المشروع الخاص بي لو شوفوا هذا الفولدر الخاص بالمشروع هذا اسمه اسم المشروع وهذا الفولدر يحتوي على التفاصيل الاخرى لو شوف انت ماكو ماكو تطابق بين هذا وهذا هذا بالحقيقة مو فولدر هذا هذا عبارة عن ثلاثر هدر فلتر ريسورس فلتر سورس فلتر يعني بأرض الواقع هذي مو فولدرات ما موجودة هنا ايه اوكي والدلي على انه لجت انت هنا ايه وقلت له نيو اوكي ونيو اد ودقل له نيو فلتر وخلي نسمي تيم وترجع على ال دايركتوري مرة الاخرى ما راح تلقف اتشي اسمه تيم ايه فلتر راح يخزن هنا يعني مو دايركتوري فلا يهمك الاسم هذي المجلدات هذي عبارة عن فلاتر تساعدك على فلترة مشروعك وليس فولدرات في ارض الواقع فنحذف هذا ما نحتاجه فحتى نبدي اول اول كود انه نحتاج ايش نعمل نضغط click write على المشروع الخاص بنا هنا ايه نضغط click write ونقل Add و New Item وب New Item هنا ايش نسميه هنا ايه خلنا نقول ايش تسميه source او اتسميه مثال main file ايش ايش تسمي اي سمي عجبك خلي يكون empty هنا ايه واقل اعد فراح يكون لي هذا الفولدر اللي اسمه main file under source وجيت لو اجينا على المشروع الخاص بي اجي يلقى هذا الملف ثيان اتكون فعلا اكو ملف c++ تكون تحت main file شوفوا هذا مساره في نفس المشروع الخاص بي المشروع الملف فارغ ما بايشي هنا انا ابدي اكتب الكود اللي خصه المشروع الخاص بي طبعا بلغة c++ قبل ما تكتب اي كود تحتاج تعرف المكاتب اللي راح تستخدمها بما ان انا c++ راح استخدم مكتبة الاي او ستريم اكتب هاي العلامة بعدها انكلود اذا ما تكتبها اختارها من هنا اضغط على tab space افتح براكت واكتب اي او ستريم اختارها هذي انا اضغط بسطر جديد فارغ ممكن بسطر اخر بعدين اتعرف الدالة طبعا المشروع لما يتنفذ لازم يعرفه منين يتنفذ يعني لازم يعرفه منين يبدي فاي مشروع بلغة c++ حتى يعرفه منين يبدي لا يبدي من دالة اسمها main فطريقة الدالة اسمها main تكتب هذا الشكل تكتب انتجر انت راح نشرح المتغيرات لاحق انت تفهم شنو هاي معنى هاي الكلمة انتجر مراغ فراغ وتكتب كلمة main بهذا الشكل اوكي فالمشروع او ال البروجيكت تلقائيا راح يبدي من هاي الدالة لما نتنفذ المشروع تلط على تنفيذ تلقائيا راح يبدي نفذ هذا الفاكشن ليش؟ لانه هي تتنفذ هي الستارت هو اللي يعني سي بلاس بلاس يفهم انه البكان اللي موجودة به هاذا الفاكشن راح يبدي التنفيذ من عدها فاني لو جات كتيرت عسي مثل تطبع فتشيء بالشاشة فحت اطبع شيء بالشاشة اكتب عادة نضغط و اكتب STD و نقطتين نقطتين ثم اكتب C out اكتبها بنفس الطريقة اللي يعني اكتبها ثم بهذا الشكل ثم اكتب welcome اسمي خلي يكون اسمك تكتب اسمك حسين in your first C++ اوكي انت تكتب هاذا الطريقة ثم تضع فارزة منقوطة ثم تضع فارزة منقوطة بالنهاية هاذي الطريقة تكتب لغة C++ ولا تنسى بما انه هاذي الدالة ترجع قيمة انتجر فلازم تقول لها ايش تقول لها return صفر لانه هاي الدالة ترجع و راح نشرح مرة لاحقا بالدوال و ايش ترجعوا شوف قال اكو غلط تعرف ليش اكو غلط اكو غلطين بهذا الكل الغلط الاول هاذي هاذي مو Cout هاي CCOUNT فتأكد تكون C O U A N T بهذا الشكل Cout بهذا الشكل و ليس CCOUNT وهذا السطر بغلط شوف ايش يقول اكو غلط ايش يقول اكو غلط اكو فارزة منقوطة لازم لانه نعرف بالـ C++ نهاية كل سطر لازم نضع فارزة منقوطة الـ C++ لغة حساسة جدا يعني هاي الـ return لوجيت كتبتها حرف capital بدل small ما راح تشتغل اكو خطأ يقول لك اوكي لوجيت اسمي مثلا كتبت هذا بصف هذا ما يقبل الشي الوحيد اللي لغة C++ ما حساسة بيه هي الفراغات يعني انا ممكن اضع اربع فراغاتين هاي that's fine C++ ما تهتم اضع فد فراغ C++ عالي ما عدا اي مشكلة اوكي من الافضلان اضع فراغ واحد بين سطر و سطر نفس الشي هنا ممكن ما اضع اي فراغ بيناتهم وممكن اضع اربع فراغات C++ ما تهتم بالـ space تهملها بس البقية ما تهمل يعني هنا اكو فراغ مو اقدر اشيله ماكو ايشكال واقدر اضعهم من جديد انا اضعهم حتى يكون احلى نفس الشي الفارزة ما نقوط اقدر اضع space قبلها واقدر اشيله ونفس الشي الرتيارة بس هذا الوجه مجنى مايقبل اوكي فالspace ممكن يكون اربع spaceات that's fine ماكو ايشكال ممكن يكون space واحد فالان لما نجي ان نفذ المشروع الخاص بينا مشروع بسيط جدا لما ندى النفذة نضغطه هنا على هذا الزر فنقول له اوكي تنفيذ راح يقول لك تنفيذ وعمل لك تنفيذ وراح يظهر لك على سرع شي على الشاشة ويختفي بم اختفى ظهر واختفى ما لحق لسه ظهر ما اختفى بس ممكن يختفي في بعض الاحيان وراح نشرح كيف نواجه هاي الحال المهم قال لي وكم حسين سي بلاس بلاس اب شوف هاي الشاشة او الرسالة اللي اريد اطبعها وقال لي اذا تريد تكمل اضغط اي مفتاح حتى تكمل اوكي اذا ظهرت الشاشة بسرعة عندك واختفت بمعنى هتا تحتاج اضيف الشي هنا تقول له pass تفتح قوس تغضقه او تقول له بهذا الشكل عفو system راح نشرح هاي الدواء لاحقا pass اوكي هاي كأنما انتد وقفه للنظام النظام ما راح يتحرك الا تضغط زر فالان لو نفذنا راح يتوقف ما يمشي شوف يقول له بتشتش قال لي قال لي وكم حسين to c++ apps اضيف اضيف مدموجات واحد بالثاني فحتى اضعهم كل واحد على سطر حتى اضع اللي انا كتبت على سطر وهذا جديد على سطر احتاج ان اوضعه هنا بهذا الشكل وأقول له endl اندل يعني اند لاين اوكي عالم ودي يبدي بلاين جديد اوكي الان لو جيت بهذا الشكل او او حاولا ما يكون اند ون اعتقد اندل اند ون ان اند اند اوكي شفتا اوكي حسين اوكي نايم سبيس اوكي فتقدر تستغني عنهم مجرد كله تحتاجه ما حاجة انت بكل سطر تكتب نايم سبيس راح نشرح عن النايم سبيس لاحقا تقدر مجرد هنا تقول له using نايم سبيس بهذا الشكل و تقول له std فارزة ما انقوطة تنزل السطر حاليا بعد ما تحتاج تذكر std بكل سطر لانه انت اساسا قلت له استخدم هذا النايم سبيس و راح نشرح على استخدم النايم سبيس شفتا فاليان نفذه شفتا شفتا حسين فرس شفتا شفتا مشروع حلو ما بي ايشكال و مية مية الاخر نروح على المشروع و نشوف الصار عندنا هناك ورا ما نفلنا وين ملف التنفيذي الخاص بنا طبعا نضغطه هنا لو شف اني عندي شي اسمه ديباك انه و راح نشرح على الـ pdp فايلز هذولي لارجع مرة اخرى بالـ project لورا وحصل هالا الملف التنفيذي لاحظت و ادعيد لك كاميرا ثانية لو جلد ضغطت هناك و قلت له open و هناك قلت له ارجع و قلت له هناك ديباك هناك هذا الملف التنفيذي هذا المشروع التنفيذي الي ايكسي اروح امطي للزبون يضغط عليه click in يطلع على المشروع الخاص بيه يستخدمه يعني انا ما امطي الكود مالي للزبون امطي بس هذا الملف التنفيذي اوكي ويروح ينفذه طبعا يعتمد على نظام الزبون انا جاي استخدم ديباك 86 يعني اكسي 86 يعني 32 بيت اذا اريد استخدم 64 و امطي للزبون فاكيد الزبون ما رح يكون ديباك رح يكون ريليس بهاي الحالة وبهاي الحالة جسرت لبولت هناك رح شف رح يكوني فولدر جديد يخص نظام ال 86 طبعا هاي حجم البروسيسر اذا الزبون ما لك البروسيسر ما لحجمه بلسين 30 بيت او 64 بيت فلازم تعرف انتش تختار فاني هناك جيت اوكي ارجع للمشروع الخاص بي شفته هناك سوالي بولد للريليس هذا مشروع يشتغل على الكمبيوترات الحديثة اللي هاته مثلا الكمبيوتر الخاص بي البياو اس 64 بيت فانطيل الزبون هذا من لف التنفيذي رح مية بالمية يشتغل عنده بدون اي اشكال اكس 86 ريليس تأكد ريليس ريليس يعني انت تنطيل الزبون ديباوغ يعني انت تشتغل علي يعني خلال عملك يكون ديباوغن لما انتطيل الزبون تأكد تحول الريليس والسيلة بولد تحول الريليس شنو نوع بلاتفارم اللي نفرض ان الزبون مالك نظام مالة 32 بيت تختار اكس 68 وتقول ل بولد رايعمل لبولد لنظام 86 الوجيان هنا ايه رح انتظره شوية رح اكيد ورح يسوي الناياه البولد الخاص بي واساسا ندخيل سوانا بولد هو هنا رح يكون 64 هم ما يوزع لك هم الفولدرات التوزيحة مو بالشكل اللي تتخيل انت فنشوف هنا 86 اختارت روليس خلاص ايه الى run تأكد انه يسوي لي project build وان سوى الى projects بولد يقول لك هنا بليتا شفت يقول لك حطيت لك يا release هيا الملف التنفيذي شفت سو ميسي طريقة طريقة بناء المشاريع يعني هنا صار لك هنا بالrelease صار ملف التنفيذي somewhere هنا يقول لك موجود release c++ release repro c++ release هذا 32 bit شفت شف مثل بالنسبة 64 bit كون لك فولدر اسم اللي ال 64 وخزن لك هنا بالنسبة لل 32 ما سوى لك مجلد اسم 32 مجرد سورك release طريقة انت تعرفة وين خزنة بكل بساطة لما نتنفذ لما نتجهنا مثلا تقول لي اريد اريد اني 86 واريد debug واجه اقول لك بالبولد فبالبولد اتاكد بين يخزن لي الملف التنفيذي ومن هذا اني اعرف انه هو وين خزني بولد ستار طبعا هذا بداء بكل سرعة وخلاصها بكل سرعة المفروض منها يجه اقول له هت تعرف وين خزن لي فراح اشوفه هنا يخزن لي بما اني debug سويت له debug mode 86 فارح يخزن لي مجلد ال debug هذا هو ونفس الشي مثل ما قلت لك لو قلت لاريد release 86 ونفسته رح يشوفني وين يخزن هاي داتشنت انت عندك مثلا عندك مشاكل تعرفه وين خزنه اوكي اكس اكس 64 release نفس الشي رح يشوفه 64 رح يخزن لك يا فولدر 64 لو شوفه هنا يقول لك 64 رح يخزن لك يا هنا فمجلد يوضح لك وين يخزن اخاف انت هنا يتكون عندك مشاكل تعرف وين المجلد يروح الوين فعرفت انه هذا يروح 86 64 بيت هذا 32 اما لما تيجي بداخل هذا الفولدر رح تحصل ال debug بالنسبة 64 وال debug بالنسبة هذا ال release debug بالنسبة 32 فاتكد انه هاي تعمل بشكل صحيح في حاجة انه مثلا قلنا هذا المجلد رح تنطيل الزبون رح يكون يحتوي على ملف التنفيذي لا تنطيل pdb فايل ال pdb فايل هو الزبون رح يعرف بالكود شلون انكتب عن طريق طول اسمها وين ديباغ وين ديباغ طبعا طول بوبلك موجودة من مايكروسولد تقدر تلقاها وين ديباغ تخيل هنا وين دي بي جي وين دي بي جي وين دي بي جي تلقاها طول زفري دعون لو تستخدمها سوي ديباغ للكود بس هاي الطول حتى سوي ديباغ للكود تحتاج ملف ال pdb لما رح يستخدم ال t-shirt وممكن بكل بساطة باستخدامها للفايل يقدر يقراش مكتوب هنا ما رح يشرح لك كيف ما اظن انت مهتم بس لازم تنتبع على هذا الشي هنا يكون هنا الدرس شكرا لكم وفي امان الله